بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مجددا معنا في مقرر التربة البدنية والدفاع عن النفس للصف الثالث الابتدائي وهذا اليوم مهارة جديدة مهارتنا تنطيط الكرة باليدين في الهواء وكما اعتدنا بناء الطلاب تقسيم مهارتنا على ثلاث دروس نصل بها إن شاء الله سبحانه وتعالى أو من خلال هذا التقسيم في نهاية الثلاث دروس إلى آداء مهاري صحيح حالي من الأخطاء بإذن الله سبحانه وتعالى متطلبات ممارسة النشاط البدني أيضا أعتدنا أن نكررها بداية كل درس لأهميتها حتى تصبح قاعدة قبل ممارسة الأنشطة البدنية وهي أخذ راحة كافية قبل ممارسة كذلك تغذية صحية لعد مكوناتها ومحي توقيتها أيضا لباس مناسب للنشاط مناسب لنا من ناحية المقاس أيضا لأبناء الطلاب تهيئة مكان مناسب لممارسة الأنشطة البدنية بحيث يكون مناسب الممارسة وآمن علينا أثناء ممارسة الأنشطة البدنية لأن نتعرض الأخطار أثناء الممارسة أيضا إحمام مناسب للنشاط البدني أخيرا شرب الماء قبل وأثناء وبعد ممارسة الأنشطة البدنية لتعويض وقدان السوائل الذي يحدث في عامل التعرق أثناء ممارسة الأنشطة البدنية ننطلق أبناء الطلاب في مهارتنا تنطيط الكرة باليدين في الهواء وبداية يومنا مع تمرين الإحماء نأخذ مساحة مناسبة لنا ونستعد مع بعض وننطلق في التمرين الأول الجري في المكان نستعد ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ممتازين يا أبطال نكرر مرة ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة ثمانية تسعة عشر أحسن يا أبطال نكرر كمان مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر مرة أخيرة يا أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة عشر قف يعطيكم العافية يا أبطال نهدى وناخذ نفس عميق مع بعض يا أبطال ننتقل تمرينا الثاني يا أبناي وهو منذبات الوسط في هذا الشكل ضغط الجذع لليمين أربع مرات ثم نعود ونضغط لليسار أربع مرات تمري نستعد ابتدي واحد ثنين ثلاثة أربعة واحد ثنين ثلاثة أربعة يمين ثنين ثلاثة أربعة أحسن ثنين ثلاثة أربعة يمين ثنين ثلاثة أربعة يساء ثنين ثلاثة أربعة واحد ثنين ثلاثة أربعة 1-2-3-4 يمين 2-3-4 أحسن 2-3-4 يسار 2-3-4 أحسن 2-3-4 1-2-3-4 أبطال 2-3-4 نضغط 2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 أحسن 2-3-4 أحسن 2-3-4 1-2-3-4 نضغط 2-3-4 1-2-3-4 آخر مرة جمع عاقف يعطيكم العافية أبطال نهدى ونأخذ نفس عميق مع بعض نكرر مرة ثانية أبطال ننتقل أبناي للتمرين الثالث وهو نوضع الدراعين عالي بهذا الشكل الحركة من نفصل الكتب نضغط خلفاً أربع مرات ثم نعود نضغط ونضغط بين القدمين أسفل أربع مرة تمريب استعد ابتدي 1-2-3-4 ننزل 2-3-4 فوق 2-3-4 تحت 2-3-4 أحسن 2-3-4 1-2-3-4 فوق 2-3-4 تحت 2-3-4 فوق 2-3-4 نضغط 2-3-4 فوق 2-3-4 تحت 2-3-4 أحسن 2-3-4 فوق 2-3-4 نضغط 2-3-4 فوق 2-3-4 تحت 2-3-4 أبطال 2-3-4 أحسن 2-3-4 فوق 2-3-4 تحت 2-3-4 فوق 2-3-4 تحت 2-3-4 آخر مرة جماعة قف نهدى يا ابنائي ونأخذ نفس عميق مع بعض يعطيكم العافية ننتقل تمريننا من وضع الذراعين أمام الصدر بهذا الشكل تضغط أمام الصدر أربع مرات تم مدد ذراعين جانبا خلفا ونضغط أربع مرات تمرين استعد ابتدي 1-2-3-4 مد 2-3-4 أحسن 2-3-4 1-2-3-4 2-2-3-4 مد 2-3-4 2-2-3-4 2-2-3-4 2-2-3-4 2-2-3-4 2-2-3-4 أحسن 2-3-4 مد 2-3-4 نضغط 2-3-4 مد 2-3-4 أفطال 2-3-4 مد 2-3-4 2-2-3-4 مد 2-3-4 2-2-3-4 مد 2-3-4 ثاني 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 آخر مرة جماعة قف يعطيكم العافية نهدى ونأخذ نفس عميق مع بعض أبطال نكرر مرة ثانية ممتازين يعطيكم العافية تمريننا الأخير ابناء الطلاب من وضع أو من أخذ مسافة بين القدمين بهذا الشكل فتحة مناسبة أيضا نحرص على استقامة وصل الركبة نحاول أن تكون الحركة من الجذع من هنا بالدراعين جانبا نلمس القدم اليسرى وبالدراع اليسرى نلمس القدم اليوم جمري استعد ابتدي 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 أحسن 2-3-4 أبطال 2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 هذا الشكل أيضا نضغط لليمين ونثبت ثمن عدات في هذا الوضع ثم نعود اليسار نضغط ونثبت ثمن عدات في هذا الوضع نحرص أن يحصل تمدد كامل في الاتجاه المعاكس لعملية الضغط استعد ابتدي 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتازين يا أبطال نبدل جهة اليسار نضغط ونثبت ثمن عدات أيضا يا أبطال استعد 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 10 9 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 20 22 22 22 22 23 24 25 25 25 25 27 28 25 25 27 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 32 32 32 33 34 35 35 35 36 37 37 38 38 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 40 45 41 42 42 42 42 45 43 42 45 44 45 45 ستة سبعة تمانية مرة أخيرة اليسار واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية قف أعطيكم العافية ننتقل يا ابناء الطلاب أيضا لتمرين القادم وهو من تقاطع القدمين بهذا الشكل قدم أمام الأخرى نحرص على استقامة نفصل الركبة نضغط ونثبتها مع الدات نحاول لا نمس القدمين ما نستطيع ننزل إلى أبعد مسافة نستطيعها استعد ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين نبدل القدمين يا ابطال وننزل نثبتها من عدات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين يا ابطال آخر مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف تازين يا ابطال يعطيكم العافية نحن ناخد النفس عميقة أبطال ننتقل إلى التمرير الأخير نكرر عدتين بس يا شبطال بهذا الشكل مسافة مناسبة أيضا استقامة في صلو الركبة ننزل ونمسك أطراف الأصابع ما نستطيع ننزل المسافة التي نستطيعها يا ابناني استعد ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين مرة أخيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف يعطيكم العافية أبطال ناخذ نفس عميق مع بعض يا حباب الآن أبناء الطلاب ننطلق في مهارتنا لهذا اليوم تنطيط الكرة باليدين في الهواء تنطيط الكرة باليدين في الهواء مرة علينا سابقا تنطيط أو عملية تنطيط باليدين لكن على الأرض اليوم تنطيط الكرة باليدين في الهواء نقسمها إلى ثلاثة جزاء نصل إلى الله سبحانه وتعالى إلى أداء صحيح لكن نستذكر قبل أن ننطلق في جزئنا الأول ما مر علينا من مهارتنا السابقة وهي الوقوف على الرأس بطريقة صحيحة ذكرنا أبناء الطلاب في درسنا السابق الوقوف على الرأس من مهارات الثبات والاتزان تصنف ضمن المهارات الحركية الأساسية تتطلب قاعدة ارتكاز مقاومة الجاذبية الأرضية فيها يتخذ الجسم وضعا مقلوبا يتم الثبات على الرأس لعدة ثواني أيضا أبناء الطلاب طريقة الأداء من وضع الإقعاء واليدين على الأرض باتساع الصدر والأصابع تشيري الأمام أيضا وضع مقدمة الجبهة على الأرض بحيث تشكل مع الكفين مثلثا متساوي الساقين قمته الجبهة وقاعدته اليدان دفع الأرض بالقدمين معا ورفع الحوض والجذع فوق اليدين ثم مد الرجلين عاليا ببطء بعد مد الرجلين نكون وصلنا بالحركة الوقوف على الرأس بطريقة صحيحة ذكرنا أن هناك أداء مهمة لا بد أن تكون حاضرة لدينا عندما نطبق مهارة الوقوف على الرأس وهي مرتبة من الأسفنج وتعرفنا على قاعدة الارتكاز كما تشاهدون في الصورة أمامكم وابناء الطلاب أيضا طريقة وضع اليدين على الأرض والأصابع تشيري الأمام وباتساع الصدر كما تلاحظون ثم وضع جبهة الرأس على الأرض بحيث نشكل المثلث الذي قلنا نتخيل أنه قاعدة الارتكاز الذي سيتم عليها الوقوف على الرأس بشكل كامل وتعرفنا على طريقة تدرج في أداء بحيث أن نتقدم بالقدمين مع بعض حتى نصل إلى وضع التكور والاستناد على حائط وتعلمنا أيضا ابناء الطلاب في درسنا السابق أنه بعد أن نستند على حائط ننتقل إلى مرحلة أخرى وهو أداء المهارة بدون الاستناد أيضا ابناء الطلاب بعد أن تعلمنا طريقة الوقوف على الرأس في الوضع السابق أيضا ننتقل إلى الوقوف بشكل كامل لكن بالاستناد على الحائط كما نشاهد في هذا النموذج ابناء الطلاب أيضا بدون استناد على الحائط أيضا كما نشاهد في هذا الوضع وتكون القاعدة كما ذكرنا سابقا على شكل المثلث متساوي الأضلاع ابناء الطلاب أيضا تعلمنا طرق المساندة في هذا الوقوف بهذا الشكل وأيضا ابناء الطلاب في هذا الوقوف المد الكامل يكون الاستنادة ومساندة بهذا الشكل حبائبي وطرق السقوط الآمنة في هذا الوضع يكون من هذا الشكل أو بهذا الطريق أبناء الطلاب أما إذا وصلنا إلى هذه المرحلة الوقوف الكامل على الرأس فيكون عملية السقوط بهذا الشكل كما ذكرنا لكم سابقا في درسنا السادس طيب ننتقل اليوم أبناء الطلاب إلى درسنا الجديد وهو عملية تنطيط الكرة باليدين في الهواء بطريقة صحيحة أهداف معرفية تعرفنا عليها في الوحدة كاملة وهي القدرة على تصور الحركي تنطيط الكرة هدف حركي أو مهائي أما الهدف الوجداني أبناء الطلاب هو تقدير قيمة الصبر نتعرف على المهارة مهارة التنطيط تعتبر من مهارات الحركية الأساسية وتعد من مهارات تحكم والسيطرة تحكم وسيطرة وتؤدى بضرب الكرة باليدين بالتتابع مع توجيهها للأعلى وتترك أو تتم الحركة بكفي بكفي اليدين وفق عددا من الخطوات وهذا اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى أبناء الطلاب في أجزاءنا القادمة نجزئ المهارة إلى أكثر من جزء ثم ننطلق مع بعض حتى نختم ونتأكد بالله سبحانه وتعالى أنه وصلنا إلى مرحلة سليمة خطوات تنطيط الكرة بناء الطلاب هي الوقوف فتحاً مع ثني الركبتين قليلاً نأخذ مسافة تحفظ لنا عملية التوازن أثناء عملية التنطيط مع ثني الركبتين عملية مرونة للجسم مرونة للجسم أثناء أداء مهارة التنطيط ثني الذراعين من مفصل المرفقين بحيث تكون بهذا الشكل تستقبل الكرة وتكون الحركة من المرفقين أيضاً من الرسقين كما تعلمنا سابقاً في الدفع للأرض لا الآن عملية التنطيط تكون الهواء ضرب الكرة باليدين من خلال حركة الساعدين مع ثبيت العضب الدين ولاحظاً ضرب الكرة يتم بواسط حركة مفصل الرسق وتدفع بالأصابع تنتشر الأصابع حول الكرة يعني تأخذها شكل الكرة أثناء أداء المهارة أبناء الطلاب طيب أول نقطة سنتعرف عليها في مهارتنا لبناء الطلاب في جزئنا الأول وهي وقفة الاستعداد كيف نقف مستعدين لأداء المهارة فتحاً نعمل عملية فتح القدمين عشان يكون عندنا توازن أثناء عملية أداء المهارة ثني الركبة عملية أيضاً مرونة أثناء أداء المهارة يعني بدون نصلر ثني الذراعين من مفصل المرفقين بهذا الشكل أيضاً يكون الساعداء موازية للأرض بهذا الشكل بحيث أن الكرة تكون محموة على يد وكفاء اليدان متجاورة لكن بحجم الكرة كانت الكرة كبيرة تعدى اليدان قليلاً أو الكفين قليلاً وكانت الكرة بحجمها أقل إذن تكون الكفين بهذا الشكل طيب نختم في جزئنا الأول بمراجعة بسيطة وسؤال سريع على درسنا وإن شاء الله نستكمل أجزائه القادمة في الدروس القادمة بناعي الطلاب طيب مهار التنطيط في الهواء مهارة حركية أساسية من مهارات أي شيء أبنائي الطلاب ذكرناها خلال سيرنا في الدرس من مهارات التحكم والسيطرة طيب كيف تؤدى؟ ذكرنا الله عدة خطوات أبنائي تؤدى بضرب الكرة باليدين بتتابع مع توجيهها إلى أعلى وتتم الحركة من كفي اليدين طيب متطلبات الممارسة كما اعتدناها أبنائي الطلاب راحة كافية تهيئة مكان مناسب ملابس رياضية كذلك تغذية سليمة وشرب الماء قبل وبعد وأثناء ممارسة الأشطة البدنية ألتقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم في جزئه الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا